السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم السبت 22 حزيران يونيو القمر اليوم استقر في برج الجديد وهو يوم السبت صحيح أنه في ساعات مساء يوم الجمعة القمر ما زال موجود في برج القاوز ذكرناها في حلقة الأمس ولكن نعتبر أنه توقعاتنا لا يوم السبت فالقمر استقر في برج الجدي ورح يظل موجود في برج الجدي لغاية الساعة 3.15 دقيقة من صباح يوم الاثنين بتوقيت جرينج القمر الآن موجود في منزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 11.8 دقائق من مساء يوم الجمعة بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها يعني ما بعد منتصف الليل أو بداية يوم السبت القمر رح يكون موجود في منزلة سعد الذابح وهي منزلة للعلاج والفراق والخلاص أو الحرية ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 10.41 دقيقة من مساء اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد بلع وهي منزلة للعلاج والفراق وإطلاف الأموال والحرية القمر الآن بما أنه موجود في برج الجدي أو اليوم معناته منصبح هذا اليوم أكثر عقلانية ومنحكم العقل أكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل ما يؤرقنا ومندرك أنه الأمور ما رح يكون سهلة بالنسبة لأنه لأنه ما لازم نعتمد على الحضوظ لازم نعتمد على مجهودنا الشخصي البعض منها ممكن يكون متشائم علينا أن نعمل بجدية أكبر بالفترة هاي لتحقيق النتائج وأن لا نعتمد على الحضوظ زي ما حكينا يمكننا بدء عمل جديد أو شراء قطعة أثرية أو اتباع نظام غذائي ومتابعة كل ما يتعلق بشركات التأمين بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها اللي هي زاوية التقابل السلبية اللي هي اكتمال القمر اللي رح يكون بين القمر وبين الشمس الساعة وحدة وسبع دقائق فجرا بتوقيت جرينج أو ما بعد منتصف الليل بتوقيت جرينج بيخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين بتجعلنا قلقين متشائمين متقلبين وبرضو بتزيد من الصعوبات مع الجنس الآخر بسبب مزاجيتنا وحديتنا بالتعامل اللي هي العصبية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية رح تكون بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة 10.19 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج اكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لانهم بالفترة هاي بيتجهوا للتنفيس او للهروب من الواقع من خلال صرف النقود باسراف دون حساب وبرضو بتزيد من ضعفنا ومنا للفوضى والتقلب وبتكون عنا رغبات ممكن يتأدي فينا لخيبات امل عاطفية بتكونوا تراقبوا كلامكم وتصرفاتكم لانه ممكن تئذوا فيها الاخرين دون ان تشعروا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة 4.36 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهو الوقت المناسب للدفاع عن افكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة اما بالنسبة للزاوية الاخيرة وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 7.24 دقيقة مساء بتوقيت جرينج بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي يعني ما لها اي مناسبة ما لها اي داعي وبتجعلهم مزاجي طباع وهي مصدر للتوتر وخصوصا للاشخاص اللي بكونوا متعبين من زيادة احتمال وبرضو بتعمل نوع من زيادة احتمال تعرضهم للحوادث او الاصابات وما منحسن التحكم في افكارنا وكلامنا وذاكرتنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية لالها لا عمليات جراحية اذا كانت ضرورية او حتى ما يخدين موعد عليها يفضل تأجيلها الا اذا كان في دولة ما في مجال التأجيل اللي هي الركبتين والمفاصل العمود الفقري وعضلات العمود الفقري الرضفة والعظام والاسنان والاوتار والاربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن هاي الاعضاء هي الاكثر حساسية خلال هذا اليوم باقي اعضاء الجسم طبعا لانه احنا بمراحل اكتمال القمر فما مننصح بها العمليات الجراحية بهذا الوقت الا اذا كانت اضطرارية للأعضاء اللي ما ذكرناها هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل تقشير بشرة او امور الها علاقة بالجلد الخفيفة ولكن بتكون ديروا بالكوا ان الجلد هو من الاعضاء الاكثر حساسية خلال هذا اليوم فعادة احنا بهاي الفترة منقول انه ما مننصح بالعمليات التجميل او شيء اي شيء يتعلق بالتجميل يصلح طبعا لازلت الشعر الزائد بالطريقة التقليدية ولكن بالليزر ما بنصح فيها نهائيا يصلح لقص الشعر التجميلي ولكنه لا يصلح للصبغ يصلح للحنة وايضا لا يصلح للقص العلاجي القمر بما انه موجود في برج الجدي خلو المسار القادم زي ما حكينا رح يكون يوم الاثنين بيبدأ خلو المسار الساعة ثلاثة وخمس دقائق صباحا وبيستمر لغاية الساعة ثلاثة واربعة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش اما بالنسبة لعمر القمر وعمر القمر المكتمل طبعا ساعات الفجر او الان لو نظرت للقمر بتلاقي مكتمل بنسبة 100% الان اليوم الان موعد بث الحلقة احنا في اليوم الساعة خمسة وثمانية وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينتش بنبدأ باليوم السمعتاش في نهاية اليوم نسبة الاضاءة للقمر بتكون تسعة وتسعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22 سبعة سعيد الان بنسبة 45% في ساعات المساء سعيد بنسبة 70% القمر في الجدي حتى يوم 24 ستة منتحس الان بنسبة 40% ساعات الظهر منتحس بنسبة 10% ساعات المساء سعيد بنسبة 5% عطارد في السرطان حتى يوم 2 سبعة سعيد الان بنسبة 70% ساعات المساء سعيد بنسبة 100% الزهرة في السرطان حتى يوم 11 سبعة منتحس بنسبة 5% المريخ في الثور حتى يوم 20 سبعة سعيد بنسبة 15% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 29 ستة سعيد بنسبة 30% أورانوس في الثور حتى يوم 1 تسعة سعيد بنسبة 30% نبتن في الحوت حتى يوم 2 سبعة سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلوب يتراجع حتى يوم 2 تسعة منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتتركز جهدكم نحو العمل والعلاقات مع المسؤولين وبوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة وما بينفعك العناد والتحدي حتى لو اشتدت الضغوط حاول أنك تركز بعملك بشكل جيد تبرر مواقفك وعملك اظهر مهارتك ممكن تكون الظروف شوي معقدة وصعبة لأنه برضو زاوية تربيع مع برجك فبتخلي طباعك مشتتة وعصبي نتيجة الغضب أو الاضطراب وبعض الأشخاص ممكن يندفعوا ويتهور ويتخذوا قرارات شوهوا فيها سمعتهم برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا بتنشطوا اليوم في مجال السفر والاتصالات البعيدة وما يتعلق بأشخاص خارج البلاد أو الدراسة الجامعية أو أخذ دورات أو تعلم شيء جديد وبتزداد رغبتكم أيضا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم طبعا ما تجعل أي شيء يحبطك التطورات غنية بالفرص ومناسبة للنجاحات بتنحسر عواصف الأيام الأخيرة بترتفع المعنويات بتطمئن خواطرك نسبيا وهي فترة مناسبة للأوراق والمعاملات اللي تتعلق بسفر أو هجرة أو إقامة وأيضا لورشات العمل برج الجوزة بالنسبة لمواليد برج الجوزة طبعا اليوم بتعيد وتنظيم أموركم المالية والفرصة متاحة أيضا لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض أو من بنك ضريبة تأمين أو حلول مالية ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية أهم شيء أنك ما تتشبث بمواقفك ما تكون متصلب برأيك حاول تكون مرن ومبتسم وناقش بليونة ودبلوماسية واتكلم وعبر عن آراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة وحاول قدر الإمكان اتركز على الأمور البيتية والعائلية لأنه برضو اليوم رح يكون لها بعض الاهتمام برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان طبعا اليوم بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة أو ما بين الأزواج ولكن لا تنسى أن الكواكب كلها مقابلة جاية مع القمر اللي موجود عندك فهذا الشيء صحيح أن طاقتك ضعيفة ولكن بيخلي عصبيتك وتوترك وانفعالك سريع جداً هذا اليوم مناسب للقيام بعمل مشترك الأجواء شوي زي ما حكينا ممكن يكون فيها بعض التوتر فحاول أنك تركز وما ترتجل عشان تتجاوز ضغوطات الأجواء المسئولية رح تكون عليك كبيرة فبدك تهدئ من روعك وما تنفعل برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد طبعا اليوم التركيز رح يكون على العمل أكثر شيء فبيبدأ العمل بالتراكم لديكم إذا ما ركزتم بالأعمال الضرورية والمهمة وأنجزتوها بوقتها رغم أنه عندك قدرة على إنجاز الكثير من الأعمال ولكن وجود الشمس في بيت المتاعب ومقابلات الكواكب اللي في بيت المتاعب بتخليك مشتت فكرياً لا تهمل أيضاً صحتك هذه فترة يعني تعتبر للعمل جيدة ولكنها بحاجة للانضباط والتنظيم ممكن تنشغل بأمور صحية أو رياضية حافظ على استقرار وضعك الصحي زي ما ذكرنا وممكن تقلق بشأن أحد الزملاء أو المعاونين في مجال العمل أو أحد الأصدقاء وبرضو ممكن يكون في عمل جديد للبعض برج العذراء بالنسبة لما وليد برج العذراء طبعاً اليوم من الأيام المميزة لإلكم فاليوم على المستوى العاطفي قوي جداً تشتد رغبتكم أيضاً بتقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ويعتبر هذا اليوم مناسب لنشاط فني ممارسة هواية الاهتمام بالذات وهي الفترة بتحمل أجواء سحرية ومفاجئات سعيدة ولكن بدون فرض الرأي على الأحبة بتكون نظرتك للحياة متفائلة ولكن ممكن تندم على تصرفات أخيرة تصرفتها أنت وأنت مش مركز أو معصب فحاول أنك ترتب الأمور وتعيد المياه لما جاريها وهي فترة بناءة وإيجابية برج الميزان بالنسبة لما وليد برج الميزان بتفضلوا اليوم التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم من ترتيب أو ديكور أو تصليحات أو ترميمات أو اهتمامات عائلية كمناسبات الشوي ممكن تكون مضطرب أو مرهى في الحس بعض الشيء فحاول أنك ما تفرغ طاقتك السلبية في الأشخاص اللي حواليك من أهل البيت ممكن تشعر بالارتباك أو تغضب بسرعة اتجنب الخصام والجدال كليا ومن المحبذ عدم إلقاء اللوم على الأحبة وأكيد اليوم رح يكون في أعمال وإنشغالات منزلية برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب طبعا اليوم نشاط عالي جدا موجود عندك فعشان هيك رح تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات حوارات نقاشات وهذا اليوم مناسب لاجتياز امتحان أو اجراء مقابلة وبتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصلوا على فرصة جيدة تبرروا من خلالها مشاعركم أو تبرروا مواقفكم لأنه عندك قدرة على الإقناع عالي جدا وأيضا بتنشطوا بالتنقلات والسيارات وأيضا الاتصالات والأجهزة الإلكترونية برج القوس بالنسبة لمواليد برج القوس طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة وممكن تحتاج لمساعدة من جهة ما أهم شيء إنك ما تتكبر وتجازف أيضا وما تقدر الوضع المالي بشكل جيد الكواكب بتعمل لصالحك وبتسهل حياتك في هاي الفترة وبتدعمك بشكل جيد أهم شيء إنك ما تسمح لأي شخص بأنه يغشك وكون حريص على أموالك وممتلكاتك وعزز وضعك المالي برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا اليوم بتبدأوا فترة أفضل وخصوصا من بعد منتصف الليل القمر خلاص بوصل لعندكم فهاي الفترة بتعيد لكم نشاطكم المفقود وبوسعكم السيطرة على زمام الأمور ولكن بتكوا تحاولوا إنكوا تجدوا أي شيء جديد حاول تبحث عن أي شيء تغير نفسيتك وتعوض اللي راح منك وتبحث عن أمور مميزة هاي فترة واعدة بالأفراح نجاحات وتعتبر من أفضل فترات الشهر لأن القمر بدأ عندك معناته عندك فترة قادمة راح تكون لصالحك حاول تدخل التنويع لحياتك الشخصية اليوم بيحمل لك انفراج وتسوية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بتشعروا بالتعب بنال منكم لأن القمر خلاص وصل لبيت المتاعب وبتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها حاولوا إنكوا تخلدوا للراحة هاي فترة محبطة وفارغة تماما من كل خبر وحسم حاول إنهاء الفترة هاي بسلام لا حديث يوم الاثنين لا يوصل القمر لعندك لتعوض الأمور ممكن تواجه ضغوط وعراقيل وامتحانات صعبة وممكن تخسر صفقة تجارية أو تحزن لخبر فوبرضو ما في داعي للتسرع أهم شيء إنك تعمل بشكل روتيني وحاول إنك ما تتخذ قرارات حاسمة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا بشكل كبير بتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة وبتميلوا للتواصل مع الآخرين وممكن تنجحوا في حاجة تأييد أو دعم لقضيتك أو تتحمس للقاء الناس وللتعارف أو ممكن بعضكم يسافر أو ينضم لجمعية أو ممكن تهتم لشؤون الأقارب أو الشريك إذن اليوم هو اجتماعي بالكامل وأيضا حاول تستغل الفرص لإنجاز وإتمام الأعمال الضرورية والمهمة قبل يوم الاثنين لأنه يوم الاثنين القمر رح يوصل لبيت متعبك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء